سيد صفي الدين بكل أطرافه هو بوضع المحاصر بوضع المضيق عليه ماليا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا هو بوضع يعني بحالة حصار أم هو لا الآن محور المقاوم بوضع أفضل بكثير مما كان عليه شو أين هو موقع المحور بالضبط؟ محور المقاومة ليس محاصحا محور المقاومة يواجه مستوى جديد من مستويات التحدي في هذه الحرب وفي هذا الصراع مع الكيان السوريوني ومع الإدارة الأمريكية تحديدا نعم هناك ضغطات كبيرة حصار اقتصادي صحيح حينما نتحدث عن الحصار الاقتصادي هذا ليس جديدا حصار المالي ليس جديدا نحن نتحدث عن ضغطات تمارسها البيئة المتحدة الأمريكية بما تمتلكه من تأثير وقدرات كبيرة في العالم وهذا أمر معروف وليس خافيا على أحد محاولة الضغط على كل المقاومين في المنطقة هي ليست جديدة نعم هي بمستوى عالي جدا اليوم الضغط بمستوى عالي نتيجة التأثير الكبير للعمل المقاومة هناك تناسب بين قوة المقاومة المتنامية وبين مستوى الضغط الذي تواجه هذه المقاومة هناك معادلة كلما ازددنا قوة ازداد البلاء وازداد التحديات والذي يتوقع غير ذلك هو يتحدث برعي قاموس العمل المقاومة هذه حقيقة نحن نعرفها ونحن جاهزنا أنفسنا لمواجهتها من طلب ما نطلب ومن دخل في معركة التي دخلنا فيها يعرف تماما أننا أمام مصاعب كبيرة وأن الطريق أمامنا طويل إلى حد ما بمعنى يحتاج إلى تضحيات وإلى صبر وإلى تحمل لكن ليس هذا هو المعيار المعيار أن هذا الطريق يوصل أو لا يوصل نعم يوصل هذا الطريق فيه تضحيات فيه تضحيات لكنه أنجزة انجزات كبيرة وحققة انتصارات متراكمة إن شاء الله ستتصل هذه الانتصارات لتصل إلى الانتصار الأكبر في الآتي من الأيام إن شاء الله كمقاومة كمحور مقاومة لسنا محاصرين بمعنى أننا لسنا قادرين على الحركة وعلى الإطلاق نحن قادرون فاعلون مؤثرون لو لم نكن فاعلين إلى هذا الحد لم احتجنا إلى هذا الضغط الهائل اقتصاديا وماليا ولم احتجنا إلى هذا السيل من حملات التشويه الإعلامي أنت اليوم وأنتم تتابعون وسائل الإعلام في العالم في العالم العربي في العالم كله في المنطقة وسائل الإعلام يعني التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ويستخدمها بعض الأوروبيين والصهاينة وبعض الأسف الأموال العربية التي تنشئ مراكز ضخمة أنا أحدثك عن مركز واحد فقط في السعودية أنشئ أنفق لأجله مئات الملايين من الدولارات مركز طبعا مركز يعني له امتدادات واسعة وظيفته فقط تشويه المقاومة تشويه المقاومة وتحديدا حزب الله في لبنان لو لم نكن أقوياء هل هم بحاجة إلى كل هذا الجهد بالضغط علينا هذا دليل أننا فاعلون ومؤثيون بهذا المعنى نحن لسنا محاصرين نعم بالمعنى المالي والاقتصادي نحن مظلمون نحن وشعوبنا وهذا أمر الطبيعي يجب أن نتحمله لأننا نسلك هذا الطريق الشاق والصعب